السلام عليكم إن شاء الله وإذن الله ربنا عجل النصر إن شاء الله دارينا الرسالة السودانيين القاعدين في مصر هناك السيدة العام ده من بداية الحرب سيدة الغاية العام فتح باب الاستنفار بالتعباء العامة والجهد ده خطة بتمشي مصر مصر ده استقبالتك أسيدة السودان ده في سبعة دول جنة السبعة دول ده كلها ده كلها عندك دولتين مصر وإيرتريا دل الإستقبال باحتراموا باحتراموا فتح لك دولتهم قلتوا هناك قاعدين تقلوا أذبكم معدين ناصالك وطيب البلد هنا البحررة منه قلت خلت بيتك قد عمد خدش ديوه بيتك وخدش ديوه غرفة نومك وعملوا انتحكوا قلت شرتك قلت ما بكيت راجل ما قدرت أشير السلاح ده لما انتمشي هناك احترم نفسك لانا كده الجبلين الإساء نحنا ذلك هناك السودانين كشعب سوداني والكلام ما أنا بقول وقسم بالله العليو العظيم شفتنا في سودانين أنا بعرفهم فاطوا مصر القاسي اي زول قال الادب دي بالنسبة للحفاوة المصرية اي زول هناك قال الادب ما احترم نفسه ولا هتد عامل هتد عامل هتد عامل هناك كانت ديناك اتعاونوا بعد دعامة وماشوا مصر انت ما جاد مصر احترم نفسك انا انت بجيب لانا يا ساعة جيش هتد عامل ببلدنا دي مع الزدي مكرمين عندنا الشهد وعندنا الجرح وعندنا 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 والبلد دي حنحررها نعمة اتعاك ما قدر بجيبت اشرفتك احترم نفسك هناك ما تجيب لساء للسودان هاليك دول ثابت البرد دي ما فاهروا جال فينا هتد ما شو جاهدوا ما عندهم على غاسب عندك ده إبراهيم ده مستشار غانوني وعندك ماهر ده وهندس يعني ناس دي معي دي العسكرية ما شغلتها لكن الوطنية جابت جابت الشغل هاي بس احترموا نفسكم اقعدوا باحترام بات ياخدوا اصلا ماهر رجال اقعدوا باحتراموا قلو الرجال ينظفوا لكم الفلد التاني بعد داك تعالوا الراجعين اللي ماهر كده هاي مبروقة هاي كلامك يا اخ كلامك هنا اقول يا اخونا يا ابو الرحيم دول كاحب العريس انا محاشب 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 لكن كل واحد ما فلقت هاي هاي احجابنا الوطنية احجابنا الوطنية والله واملي هجيب مبروك والله اللهم 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 اللهم